السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي تالت سنوات ان شاء الله تكونوا بخير من هذا بإذن الله معادي معاكم ندخل في دارس التكاثر في الإنسان بسم الله بصوا معايا حبيبي عندنا بداية جاي منظر للجهاز التناسولي الزكري منظر جانبي زي ما انتم شايفين بس طبعا مش هنفع ندخل كده على الجهاز التناسولي الزكري او الانسوي غير اللي لما اقول حتة مهمة جدا مدام بتتكلم في إنسان متقاصل جنسي في الإنسان يبغيز ان تتكلم على طائفة اللي بينتمي اليها الإنسان الإنسان بينتمي إلى طائفة السديية السدييات كلنا عارفين انها كائنات ترضى الصغار مدام فيه إرضاع يبقى في المعظم بتكون كائنات ولودة ومدام ولودة يبقى في المعظم بيكون فيه رحم ومشيمة في المعظم فأرقى أنواعها يعني فيه أنواع مش كده بس أرقى الأنواع ومعظم الأنواع يكون عندها مشيمة بتغزي وعندها رحم وبالتالي هل أنا كائن من السدييات هبيض زي الطيور لا إنما هبي عندي بقى مش عندي بيضة بقى البيضة ديت في الطيور مثلا أو في بعض الأنواع الزواحف طبعا إنما هنا مجد أتكلم على بويضة طيب نبص كده على البويضة دي الجزاء بتاعها والبويضة دي بيضة ها ها والجزاء بتاعها هنا بيضة كبيرة في المح المح أو الجزاء بتاعها اللي بتخزن جوها كتير دي مثلا الطيور أو الزواحف بتتكون كائناتها أو الأجنة بتاعتها داخل البيضة عشان بتتغزى على المح اللي موجود فيها إنما عندنا هنا بويضات السدييات صغيرة شحيحة المح لأنها بتتخصى يدوب بس تتخصى ويدوب الجزاء اللي فيها عشان بس يحصل انقسامات ليها وتكمل وتبقى جنين داخل الراحم يبقى بويضات السدييات صغيرة شحيحة المح لأن الجنين ما بيحتاجش البويضة في الجزاء هو بيعتمد على مين؟ على الرحم بيعتمد على الأم في الجزاء طبعا كلنا عارفين ماشي ما ورحم والكلام ده هناخده في سكتنا وإحنا ماشيه كمان السدييات بيكون عندها إنتاج للصغار محدود سدييات من أرقب كائناتها كلنا عارفين طبعا إن ما حدش في السدييات أو جزاء في الإنسان بيخلف كتير مهما كان الأرقام اللي هتجبها لما يسمع عن حاجات نابلة جدا لبعض الأشخاص ما يجي حد جب أو يخلف حاجة واربعين طفل أو حاجة وستين طفل بنسمع عن حاجات بيساعد في بعض الدول بس طبعا ده كله ولا يذكر كرقم بالنسبة لباقي الكائنات برضو رقم صغير جدا معا لأنه طبعا يكون محدود عشان يتبقى فيه تعب في التربية فيه تقدم للعقل وتمييز طبعا للعقل بتاع الطفل ده فهضطر لي ان انا اقدر لابوا على حاجات كتير فما ينفعش ان انا اخلف عدد كبير عشان اقدر راعي كل طفل منهم وبالتالي بيكون الانتاج للصغير طيب نبدأ بقى مع بعض كده ندخل وناخد اول حاجة عندنا الجهاز الزكري طبعا اللي قدامنا ده منظر جانبي بصوا حبايبي كده بسرعة الجهاز الزكري في الانسان عبارة عن اربع حاجات اساسية هشاورلكم عليها بصوا معايا كده عندي اول حاجة هلازم اتكلم فيها في الخصية ادي الخصية بتاعي الخصية ها العضو ده كده على الخصية فوق كده لحظة واحدة معايا نظر في الدنيا ادي الخصية وبعدين من ده منظر جانبي يبقى اكيد مش خصية واحدة اكيد هما خصية تاني طيب الحاجة التانية ان انا عندي حاجة اسمها البربخ البربخ ده موجود على الخصية يبقى مدام في بربخ على خصية يبقى في بربخة وبعدين عندي كده مع البربخ عندي حاجة اسمها وعاء ناكل بياخد حيوانات منوية ويمشي بيها قد الوعاء ناكل مكمل 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 طب عندي وعاء ناكل طلع من بربخ يبقى اكيد عندي وعاء ناكلة طيب يبقى انا عندي اول حاجة الخصيتان البربخان الوعاء الوعاء الناكلان لان فيه وعاء وعاء في اليمة التانية عشان ده منظر جانبي زي ما احنا شايفين وبعدين بعد كده بننهي بعضو القريب اللي هو العضو اللي بيمشي فيه قناة مجرى البول اللي بتخلق طبعا البول والحنات المنوية دي بس كده شكل سريع للجهاز التانسوي الزكري في الحاجات الاساسية بتاعته في بقى حاجة اسمها غدد مرحقة الغدد المرحقة بتاعت اللي هي ايه عندي حاجة اسمها حوصلة منوية وطبعا هي برددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لهم اثنين حوصلة مناوية اثنين كوبر وواحدة ملشبات Fearалосьma بتاعتي عاز اكلم فيها ملاحظين ان في عمود فقي مش معانا فالجهاز التناسلي ملاحظين ان في مستقيم مش معانا فالجهاز التناسلي ملاحظين ان في حالب طبعا ده جهاز طبعا مستقيم ده معروف ان هو اللي بيحمل البراز للخارج الحالب بياخد البول للمثانا يبعى الحالب والمثانا مش معانا وبالتالي وعندي برده لازمة اسمها هنا عزمة العينة لان طبعا دي منطقة التناسل بتاعتنا موجودة في منطقة الحض وبالتالي لازم اقابل عزمة العينة عشان مضى قطاع طولي في الانسان كده فطبعا جايبين عزمة العينة طبعا عزمة العينة برده مش معانا ومال ايه اللي معانا؟ معانا الخصية ايوه بالتلتيب زي ما اخدنا معانا البردخ معانا حاجة اسمها الوعاء الماقل طبعا خلصنا الوعاء الماقل ومعروف ان هو موجود هو وعاء الماقلان معانا حاجة تانية اسمها القبيب ماشي فيه كانت مجرى البول معانا طبعا الغدر الملحقة اللي احنا عدناهم مع بعضنا حوصان المانوية في اثنين بروستاتا واحد كوبار في اثنين طيب عندي حاجة اسمها بقى كيس الصفر هو طبعا دوت مش من ضمن الاساسيات بس ايه دوره دوت لحظة يا جماعة معايا كده انا هعمل لكم الاسمة من الاول خلص يعني هشيل ده كل اللي انا عمله دوت وابدأ اوليكم حتة مهمة جدا ايه هي بصوا معايا كده كيس الصفر موجود وبيحب الخصية طب الكلام ده فين الكلام ده خارج تجويف الجسم يعني نبصوا كده طبعا ده او ده الفغز بتاع الشخص الحتة دي كده فغز طبعا ده العضو الزكري بتاعنا او القبيب طبعا ده الخصية موجودة داخل كيس الصفر طبعا متدلي خالج الجسم ليه؟ ضرجة حرارة الجسم بتاعتنا 37 وضرجة حرارة الجسم اللي هي 37 ما تنفعش تكون حامات منوية المعلومة دي يكون حيواني المنوية بيحب ضرجة حرارة 35 تقريبا عشان ده يتحقق ما ينفعش الخصية تبقى في تجويف البطن من الداخل لان هي بتكون كده بالفعل في الاشهر الاخيلة من الحاملة وتتغير يعني طول ما الجنين موجود في رحم الام بيهبى الخصية داخل تجويف البطن في اخر اشهر الحامل قبل الولادة بيخرج الخصية او تخرج الخصية داخل كيس الصفن طبعا وبتخرج بتدلى خالج تجويف الجسم عشان خاطر تبعد عن ضرجة حرارة الجسم وتبقى ضرجة الحرارة المناسبة لتكوين الحيوانات المنوية يبقى يلا علل وحط الخصية بكيس الصفن اقول له وطبعا وتدلى خالج الجسم اقول له حتى يناسب تكوين الحيوانات المنوية وتكون ضرجة حرارة المناسبة لتكوين الحيوانات المنوية دي حتة مهمة جدا نازل نبص عليها قبل من رسمتنا دي بص يا حبايي بقى نخش بقى على التفصيلة بتاعة الجهاز التناسولي الزكري ولكن نتكلم عنها برسمة أولى اللي هي المنظر الأمامي عشان هي جايبة للأعضاء بعددها كويس بصوا معايا أنا عندي المنظر الأمامي للجهاز التناسولي نشوف مع بعض بصوا معايا كده اللي أنا شايفه شايف مسانة شايف حالبان والحالبان بيصبوا بول في المسانة كل ده ملوش دعوة الجهاز التناسولي الجزء اللي فوق دور ملوش دعوة بس في حاجة غضة البرستاتة عايزي حدد موقعها البرستاتة موجودة أسفل المسانة لو سألني على موقعها أقوله أسفل المسانة وتحيط بعنق المسانة عشان كده الأشخاص اللي عندها تضخم في البرستاتة للأسف بيبقى عندهم مشكلة وهم بيتبولوا أو بيعمل حمام المياه بتاعه بيبقى عنده مشكلة ويبقى صعوبة في نزول البول نسأل الله العافية خلاص؟ يبقى موقعها أسفل المسانة تحيط بعنق الايه؟ المسانة طيب القصة بسرعة كده عندي خصية؟ لا عندي خصيطين في المنظر الأمامي يوضح لي الكلام ده وظيفة الخصيطين حاجتين إنتاج هلمونات الزكورة توستستيرون أندروستيرون اللي هي هلمونات الأندروجينات اللي نحفظينها من باب الهلمونات اللي تأتي تعمل على ظهور الصفات الثانوية الزكريا اللي هي خشونة الصوت نمو الشعر طبعاً الإبط والعانة اللي هي مظاهر الثانوية قوة العضلات كل المظاهر اللي بتثبت أن هلمونات السيسيرون عمل بالورق أو وصلت لنحط البلورق حاجة الثانية اللي بتتكلم عنها النهاردة إن الخصية بتنتج الحيوانات المنوية هي بتنتجها بأعداد كبيرة جداً للمعلومة الرجل عنده قدرة إنتاجية يومياً إن ينتج أتنين مليار حيوان منوية يومياً كمية كبيرة جداً طب ليه يا مستر كلنا عارفين إن ربنا لازم يخلق كمية كبيرة منه عشان أي قصفة تكون أقل قصفة في حالة جنسية واحدة يعني زوج مع زوجته عملية جنسية واحدة حالة جماع واحدة الرجل بيخرج أو بيخذف الرجل السليم من تلتمائة لخمسمائة مليون حيوان منوية دي في القصفة الواحدة فالرجل عنده قدرة إنتاجية أو قدرة أن يعمل عملية جنسية في اليوم الواحد من خمس لست مرات بناء على القصة اللي قد نجيه طيب الرجل كده رجل سليم انت يبقى عقيم عقيم لو قال للرقم عن 20 مليون يا نهر أبيض يعني 20 مليون حيوان مناوي ومش مكافين او مش مكافين ليه؟ عشان عارفين إن بيهلك الحيوان المناوي ده كائن مجهاري دقيق ومبيستحملش جوا رواحة بتاع الأنسة فيه مخاطو فيه مشاكل كتلة هتقابله وهو ضعيف طبعا فبيهلك منه الكثير أثناء الرحلة عشان يا ربنا لازم يخلقوا بالملايين عشان طبعا اللي يموت يموت واللي يوصل يوصل من حاول نوصل أكبر عدد عشان يخصر قلبه غيضة طبعا بيخصفها حيوان مناوي واحد هنعرف ده بعد يوم المهم الحيوانات المناوية تكونت في الخصية طبعا كلكم عارفين من الأنيببات المناوية في الخصية والهرمونات كان بيتيجي من خلايا بينية كلام قديم طبعا وهتوح على البربخ يبقى تروح على بربخان بقى عشان تخصفهم انتجوا اللي فيه بربخان البربخ ده له وظيفته الوظيفة انه يخزن الوظيفة الرئيسية بيخزن الحيوانات المناوية ووظيفة التانية انه يستكمل نطج ودي حتة مش عندك في المنهج تكمل نطج فيه حيوانات مناوية مش كاملة كويس يستكمل نطجها في المغزن ده اللي هو البربخان عبارة عن قناة تلتف حول الخصية وتخرج من قعدتها يعني مجموعة قنوات تلتف كده خرج من قعدة الخصية ها وبتلتف طيب وبعدين هيبقى البربخ ده بعد ما يجمع حيوانات مناوية يوم جاي نقلها فين يمقلها الوعاء الناكل وعاء ناكل عندي وعاءان ناكلان الوعاءان الناكلان رايحين فين كامل معايا كده امشي بسكتهم كده ايوة 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 اه ده ماشيين رايحين في قناة مجرى البول اهيك ادي قناة مجرى البول مين رايح لها حيوانات مناوية ماشي فيها طيب كامل كده ادي وعاء ناكل يلا وظيفت الوعاءان ناكلان تنكل حيوانات منوية من البربخان الى قناة مجرى البول بس في مشكلة المشكلة اني انا ماينفعش امشي حيوانات منوية بقناة مجرى البول كده على طول اني قناة مجرى البول بتكون دايما قناة حمضية بسبب خروج البول منها باستمرار ام لحبه واحمضه بهدله وللمعلومة الحيوان المناوية ما بيعيش غير في وسط قلوية طيب العمل رضاة سبحانه وتعالى خلق التجاذب بين الزكر والانثة وعمل حوار الشهوة او اللذة الجنسية اول ما اللذة الجنسية دي بتستحضر عشان يحصل عملية جنسية بين زوجه زوجته فيحصل افرازات الافرازات دي تسمى المزي السائل ده اسمه المزي اللي بتكلم عنه المزي ده المزي اني في عندي غدة البولستاتة ليه غدة واحدة وعندي غدة كوبر الاثنين قدامكم همه كوبر وكوبر دول بيفرزوا سائل اللي هو المزي ده المزي ده وات لفظ ليه كنتوا طبعا ده لفظ فكري خلاص اسمه سائل قلوي ده يعمل معادية للحمودة يعادل حمودة مجرى البول يعني يغير الحمودية بتاعتها عشان ينهاية سيبتكوين الحامات المنوية يبقى الناس لما تسأل ايه السائل اللي بيخرج قبل قذف الحامات المنوية اللي هو السائل اللي بيبدأ كده مع بداية الاستشعار باللزة من الزوج والزوجة السائل اللي بيخرج ده اللازج خفيف شوية ده اسمه المزي سبحان الله ربنا بيخرجه عشان يساحل الطريق للحامات المنوية عشان هو سائل قلوي بيعادل الحمودة سبحانك يا رب طيب عايز بقى اتكلم على التضفق بعد كده خلاص عليتنا طبعا دول الجلسات والكوبر أيوا سائل يعادل حمودة مجرى البول عشان يناسب مرور الحامات المنوية طب بعد كده بعد المزي ده ما بيخرج طبعا بيحصل التضفق اللي هي العملية الجنسية في نهايتها بقى خروج الحيوان المنوية القذف اللي هو القذفة الواحدة اللي فيها من كام لكام من تلتمائة لخمسمائة مليون الحيوانات المنوية وهي ماشية من الوعاءان الماكلين مراحلات مجرى البول بيتتخزن شوية هنا في الغدة دي او الغدتين دول حوصلة منوية وحوصلة منوية حوصلتان منوية كام ليه هي قطعت مشوار طويل والحيوان ده استهلك الطاقة اللي كان نخزنها وهنشوف كمان شوية الحيوان ده عنده ميتوكندوليا بيكون بيها الطاقة طيب الحيوان المنوي اللي عندي ده احواره احواره ان هو عايز طاقة طيب هيعمل ايه هياخد الطاقة دية لما يخش على الحوصلتان المنويتان ويعمل حاجة اسمها او ياخد حاجة اسمها سكر الفراكتوز انها في الحوصلتان المنويتان فيه سائل قلوي هي بتكونه طبعا يحتوي على سكر الفراكتوز ايش مانا الفراكتوز يا مستر علشان احنا ما نحتاجش انسولين يدخل الجلوكوز ما هو كان جلوكوز هنعوز له انسولين يدخله بلقم واحد الفراكتوز اسهل حاجة التانية الفراكتوز جسيم صغير عن الجلوكوز ازاي تعامل مع الحيوان المنوي دقيق لجلوكوز فما ينفعش فراكتوز عشان صغير التعامل مع الحيوان المنوي عشان يستخلصوا ويطالع منه الطاقة حاجة التانية احنا بنعددونا الحاجة للانسولين ما ينفعش نستخدم انسولين هنا خلاص طيب وبعدين بعد ما ياخد شب الفراكتوز بتاعه بقى عنده قوة وعنده طاقة عشان الميتوكوندية طلعت الاتي بي بتاعته مما يؤدي الى ايه مما يؤدي الى سابو الطاقة اللازمة لحركته ويكمل ويمشي في قناة مجرى البول عادي خالص وطبعا يخرج بتدفق اللي هو القذف المنوي ودي قصة بتاعتنا اللي هي قصة البرستاتا وكوبر التهيئة بالسائل المنوي اللي هو بيكون في مزي الاول عشان يعادل الحموضة ثم القصف بقى حامات منوية مع باقي المزي اللي هو اسم السائل المنوي عشان يخرج بالخالب طيب كده اخدنا مين اخدنا الخصوات المدرهم اخدنا البربخان واخدنا الوعاء الماقلان واخدنا الغدد الملحقة ناقص عضو القضيب هو طبعا عبارة عن نسيج اسفنجي او نسيج ليفي بيمشي فيه قناة مجرى البول التي تعمل على خروج البول والحيامات المنوية كل على حدة ده في وقت تماما نشوف مع بعض حاجة تانية نشوف مع بعض حاجة تانية وهي قطاع في الخصية بصوا حبيب عندنا الخصية بتاعتنا دي زي ما انتم عارفين بقصة تكوين الحيامات المنوية كانت عبارة عن مجموعة من الانيبيبات المنوية اجل الخصية بصوا كده اولا بس نبص على اللفظ ده كده خلايا بينيه اه دي ما مصر عارفينها والله الخلايا بين الانيبيبات بصوا اه دي انيبيبه دي انيبيبه منوية كبرناها طبعا بالمجهر ودي انيبيبه منوية ودي انيبيبه منوي فهذه الانيبيبات بقى بينها خلايا هه خلايا بينيه هه شايفين خلايا بينيه خلايا بينيه ايه دي الخلايا التي تفرز هرمونات الزكوره هرمون التوستستيرون وهرمون الأندرستيرون كلنا عارفين خرجة من الخلايا بينيه عشان الصفات السنوية الذكرية دي سهل لها طيب طبعا خلايا المانية منفاش او انا ننسى دي بقى اثنينون طبعا تقن لان الخصي حتة من جسمك وبالتالي حتة من جسمك بمجموعة وراسية كاملة تقن طيب عايز بقى اكون حيوانات منوية جوه الانيببات انايببها كوينة حيوانات وادي انايببها كوينة حيوانات احنا هنشوف مع بعض هنا قصة جميلة جدا اولا انا بدل بلفز هنا اسمه امهات الماني موجود عندي هنا كده اقولك اصحى وفوق البداية عندك في تكوين حيوانات منوية دات الانقصام في خلايا مش هتشوفها في اللسمة خلايا مكفونة هنا في بطانة الانيببات يعني في بطانة الانيببات من جوه كده حتة دي كده حتة دي بالزبط موجود حاجة اسمها خلايا ها جرسومية امية وديت طبعا تو ان اتنين نون ومادام هي تو ان وعايز اتكون حيوانات منوية امشاك غصبة عني لازم اوصل لان انا اوصل للان او النون يبقى هتعمل ميوزي يلا الجرسومية الامية بتاعتي هتعمل ميوزي بس استنى كلام ده كان في النبات اصحى على طول ميوزي على طول هنا لأ هنا دي تتضار لك شوية اصحى لي بقى كده جرسومية الامية دي اول حاجة في البطانة الانيببات هتنقسم ميتوزي عدة مرات كده ميتوزي 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 يبدي عدد كبير من خلايا اسمها ايه على كده امهات الماني يبقى امهات الماني كام نون اتنين نون ليه اه ده هنا الجرسومية الامية في الانسان بتنقسم او بتبدأ عشان تجيب حانات مانوية تبدأ بميتوزي يا عم هناك كان ميوزي يا عم النبات على طول يبقى في الموتوك بقى في النبات او في البويضة في المبيض يعني كله جرسومية بتتكون او بتنقسم ميوزي على طول هنا ده ميتوزي يلا اللي هي تبطن ببقى جرسومية امية قسمت ميتوزي جابت عدد من خلايا اسمها امهات الماني امهات الماني ديه اللي هي قدامكم مش اول هنا ها امهات الماني بتاعتنا ما بتنقسمش امهات الماني بتعمل ايه بتخزن غزاء يعني بتدخن شوية لاحظوا معي كده بصوا ايه دي صف امهات الماني صف ده كده بصوا كده بدأت امهات الماني ادي ام منوية ها بدأت تخزن غزاء وبقيت حاجة اسمها خلايا منوية اول هل لما خزينة غزاء انقسمت هل فقدت العدد الصدغي لا وبالتالي اللي حصل لسه تنين نون زي ما هي يبقى يلا عندي كم حاجة تنين نون لحد الوقتي ثلاثة واحفظهم ورسومية امية اللي هي موجودة في الطنطر الامجبات تنقسم ميتوزي ينشأ عنها امهات من امهات الماني تخزن غزاء وتزداد وتكبر في الحج لها مرحلة زيادة الحج بس ثبات العدد الصدغي تخلط بس عدد الصدغي موجود زي ما هو لها خلايا منوية اولية من هنا بقى خلايا المانوية الاولية هي اللي تبدأ تنقسم ميوزي يبقى الانقصام الميوزي اللي يقدي لتكوين امشاج وحديث العدد الصدغي يبدأ عند خلايا منوية الاولية اللي هو انقصام ميوزي اول يجيب لي خلايا منوية سنوية طبعا خلايا منوية الاولية الواحدة تجيب لي خليتين منويتين سنويتين يبقى دي منوية اولية واحدة هيا تجيب لي اتنين منويتين سنويتين بعدين طبعا بقيت ان دي خلاص بقيت ان مني ميوزي اول بعدين ميوزي تاني اللي هو في صورة ميتوزي اللي هو بيخلي بيزود العدد بس بيثبت الايه بيثبت عدد الصبغيات بصوا كده هنعمل انقصام ميوزي تاني بدلا من عندي منوية سنوية يبقى عندي طلعطين طلعطين منويتين طبعا ديت برضو ها هجيب لي اتنين يبقى عندي المنويتين السنويتين دول بقوا ايه بقوا طليعتين منويتين وبقى عندي اربع طلائع منوية كل طليعة منهم تتشكل طبعا وتبقى حيوان ايه حيوان منوية خلاص طيب انا عايز بقى شوف الكلام ده كويس بس عاسمة تاني يلا يا مستر شوف مع بعض يلا بصوا كده بصوا الاسمة دي هنما جد بقى يلا حبيبي شوفوا معايا عندي خلية جرسومية امية منوية انقسمت انقسم زي ما قولنا ميتوزي الميتوزي بتاعنا جاب عدد كبير من خلايا اسمها امهاك المنوية المرحلة دي او الحتة دي كده اننا انقسمت ميتوزي كجرسومية امية وجبت امهات مانية كتير اسمها مرحلة التضاعف وهنا الفكرة تضاعف في العدد فانك انت كنت ايه انا كنت عبارة عن جرسومية امية مثلا واحدة ها بصوا كده واحدة جابت اتنين والاتنين هيبوا اربعة كده انت بتضاعف في عدد الخلايا وتحولها من جرسومية امية لامهات المانية طيب كل ام من امات المان تخزن غزاء بصوا الفرق في الحجم شوف الحجم كده الحجم صغير بقى حجم الدين في مرحلة اسمها مرحلة ايه وضحلة دي كده اسمها مرحلة النطج والنطج عبارة عن ايه مستر عبارة عن مرحلة بيثبت فيها العدد الصبغي ولكن يثبت فيها الحجم زيادة في الحجم تضاعف كان فيها ايه كان فيها سبات عدد صبغي بس الزيادة في العدد وثبت في الحجم حجم ثابت بس الزيادة في العدد الحاجة دي بتفلق فنية طيب كلها منوية الاولية خلاص تبدأ بقى تنقصم ميوزي والانقصامات طبعا بتعمل فيها ايه بتبدأ تاخد من الغذاء بتاعها مخزون الغذاء شكت الجسم طبعا بيقل الميوزي الاول كنتانا اتنين نون بقيت منويتين سنويتين وكل واحدة فيهم نون وبعدين مايوزي تاني زي ما قلنا مع بعض ما له يا مصر الميوزي التاني كل منوية سنوية تجيب طبعتين البنقصام الخلية المنوية السنوية ينتج عنه اتنين طليعة والمنويتين سنويتين يديني اربع طلائع منوية طيب المرحلة دي اسمها ايه بقى طيب متأسف يا جماعة معلشش انا بس في غلطة غيرة وسيطة معلشش نعندلها بصوا كده معلشش انا عندي هنا المرحلة دي اسمها مرحلة النمو معلشش بس نسيت متأسف لكم النمو ان هنا عندي ايه عندي خلية من امهات المن اختسنت قبل من الجزاء فحصل لها عملية زيادة في الايه زيادة حجم طبعا اللفظ بس خلني معلشش زيادة الحجم اسمها مرحلة النمو طيب وبعدين دخلنا بعد كده على انقصام مايوزي اول الانقصام الميوزي الاول بتاعي مالو هيقلل العدد الصدري من تو ان الان وساعتها هيحصل ان انا جبت طلائع منوية وبعدين او جبت خلايا منوية سنوية وبعدين جبت طلائع منوية مرحلة النطج بتاعتي يبقى دية النطج خلاص كده يبقى مرحلة النطج ايه هي مرحلة النطج هي مرحلة انقصام الميوزية اللي هي بصوا كده معايا اختزال في العدد الصبغي ونقص في الحجم الميوزي اول الميوزي التاني اللي حصل هيحصل هيحصل ان فيه ثبات في الحجم وثبات في العدد الصبغي بس زيادة في العدد منوية سنوية بقت طلعتين منوية سنوية بقت طلعتين اتفقنا المرحلة الاخيرة ان كل طليعة تتحول لحيوان منوي دي اسمها مرحلة التشكل النهائي اتفقنا كده طيب التشكل النهائي يعني ايه؟ يعني هنتكلم عن الحيوان منوي انه تغير بقى يعني من خلية تتحور طبعا تكريم مصطدق قليل السيتوبلازم عشان يتغزع السيتوبلازم أسانا تكون وهي بيده تحت بالوقت هنتكلم بقى بالوقت عن مرحلة التشكل النهائي وازاي الحيوان المنوي دوت جه وتكون يلا نشوف مع بعض الاسمة ثانية طبعا التشكل النهائي ان انت شكلت وجبت حيوان منوي طبعا ده كان اصلا طليعة منوية زي ما شفنا من شوائز ايه قصة الحيوان المنوي؟ اتشكل يعني كان عبارة عن طليعة والطليعة عبارة عن حاجة فيها سيتوبلازم خليه يعدي يا جماعة ان طبعا طبعا 23 كروموسوم لاني بتكلم على انسان حيوان منوي الإنسان طيب اتشكلت طبعا والسيتوبلازم ده تم التغزي عليه وتتحور وبقى منظره ده ايه كده؟ بقى عبارة عن منظر اللي نشاهدين قدامكم ده منظر مصطدق قليل السيتوبلازم اتكون ازاي بقى؟ بيتكون من أربع مناطق ايه هي المناطق بتاعتنا؟ شوف كده اللي حالي ما نوع عبارة عن أروا رأس الحتة دي رأس بتاعتنا بصوا 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 ها رأس ماشي؟ نشوفها مع بعض كده ها أروا رأس الحتة دي بالزبط ها ايه بقى منها الرأس؟ فيها جسم كمي وظفته عندي بوايضة عايزة تتخصب فيها نوايا هاصل ايه؟ عندها غلاف البوايضة دي من برده الحيوان ده وصل لازم يبقى عنده جسم كمي عشان بيفرز انزيم مشهور اسمه انزيم الهاية ليورنز يلا انزيم الهاية ليورنز ماله؟ ده يعمل على إذابة جزء من غلاف البوايضة طبعا ده بيتفلز من الجسم الكني بالرأس مهمة الجسم الكني عشان كده الحاجة التانية النواة بتاعتنا ودي فيها 23 كرموسوم زي ما احنا عارتين اللي هي ان من المادة الوراثية الان بتاعتنا اللي هي النوم بتاعتنا اللي هي نص المادة الوراثية اللي هتخش تندمج مع نواة البوايضة اللي فيها برضو كم كرموسوم؟ 23 كرموسوم عشان نعمل الزابط اللي هو كان كرموسوم اللي هو 46 كرموسوم ما ننساش دي حاجة سهلة يبقى رأى جسم قمي يزيب بالهاية ليورنز ونواة عشان 23 كرموسوم اللي موجودين فيها تندمج مع نواة البوايضة عندي حتة مهمة بقى كمان العنق حتة دي دي كده فيها جسم مركزي لما سنت اليولاد كلنا عارفين ان البوايضة ديت لما تتخصب وتتبزايجه اللي هو تقن لازم تنقسم بلا ما هي واحدة بس كده تنقسم وتتبقى اتنين والاتنين يبقى اربعة والاربعة يبقى تمانية انت بتعمك يا ليه؟ بعمل نمو عشان نحول الزايجوت زايجوت بحوله لايه؟ لجنين نحول الزايجوت لجنين لازم اعمل ايه؟ انقسامات ميت وزية عشان نقطر العدد بتاع الخلايا عشان نعمل جنين عشان ده يحصل وتعمل انقسام للبوايضة المخصبة اللي هي الزايجوت لازم الحيونة يمانية وده يخترق البوايضة بالرأس مع العنق الرأس والعنق يخشوا الرأس ليه؟ عشان فيها نوايا 23 كروموسوم تخصة والعنق عشان الجسم المركزي او السنتولولان دول يلعبان دول في انقسام البوايضة المخصبة البوايضة المخصبة عمل لها عملية انقسام وبالتالي السنتولولان دول يساعدوا طبعا كلنا عارفين الجسم المركزي بيكون خيوة مغزل اللي بسحب الكروموسومات نحن وقض باي الخلية عشان يبقى عندي خلية اتفقنا يبقى يقول يعلل دخول الحيوان المنوي بالرأس والعنق اقول الرأس للإخصاب 23 كروموسوم والعنق لانه يلعب دورهام انقسام البوايضة المخصبة عشان فيه سنتولولان طيب لو دخل الرأس بس بدون العنق هيبقى فيه إخصاب بس مش هيتم الانقسام وبالتالي يموت الزيجل عشان كامل الجنين ده طيب القطعة الوسطى حتة التالتة الممطقة التالتة بتاعته كل ده تجمعها ستشكل تشكل لأربع مناطق الميتوكندلية اللي فيه هي ديت اللي كان بتاخد الطاقة من سكر الفرطوز وتعمل له عمية أكسادة عشان نطلع منها او يطلع منها الطاقة يبقى ازاي الميتوكندلية تشتغل؟ تاخد طبعا الجزاء من سكر الفرطوز او بتاخده كجزاء وتأكسد وبالتالي يطلع منه الايه الطاقة يبقى تنتج الطاقة اللازمة لحركة الحيوان المنوي قوة الدفع اللي الديل بيعملها عشان يتحرك مدارش يعملها إلا ما يكون واخد طاقة من الميتوكندلية اللي موجودة في القطعة الوسطى اخر حاجة عندي محور الزيل طبعا والزيل اللي هو طبعا عندي محور الزيل قاسف اللي هو قطعة زيلية محور الزيل وقطعة زيلية ده اسمه الزيل ووظفته طبعا انه هو يساعد في حركة الحيوان المنوي وهم عندي الاخصاب الزيل والقطعة الوسطى بيتفصلوا ما بيتخشوش جوه وهم بس وسائل الحركة دي بتطلع طاقة عشان الحركة قطعة الوسطى ما يتكون دارية والزيل طبعا عشان الحركة كوسائل للوصول فقط واول ما وصلت خلاص ادخل بالرقص والعنق الرقص للإخصاب والعنق لانقسام الزيجوت بما فيه من سنتليو ولانج حباي بيت انا ان شاء الله معكم لحد هنا كده خدنا جزء مهم جدا خدنا تركيب الجهاز التناسلي الزكري ووظيفه خدنا قطاع الخصية وخدنا الشغل بتاعها ان فيه عندي حاجتين في الخصية اللي هم خلايا بينية ونربات منوية طبعا الاميرات دي فيها حاجة اسمها الخلايا الجرثومية الامية والخلايا الجرثومية الامية بتنقسم يجري جهات منوية هي بس فيه حتة اخيرة بنشوفها مع بعض بسرعة كده بالقيقة واحدة بصوا معايا في الرسمة دي كده بصوا حباي بي من ضمن الحاجة اللي في القنايببات حاجة اسمها خلية سلطوني خلية سلطوني بتاعتنا دي موجودة في القنايببة عشان زي ما انت شايفين تغزي الحيوات المنوية داخل الخصية يبقى عندي الحيوات المنوية بتغزى من مكان مكان داخل الخصية بعد ما يتكون على طول من الطبقة بعد ما يتشكل على طول من الطبقة اول ببا بياخدها بياخدها من خلايا سلطوني اللي هي جوه القنايببة وطبعا خلية سلطوني دي كتو ان برضه لانها حتة من الخصية اتنين نون طبعا تمام؟ يبقى اول غزاء اللي حيواني من منوية الخصية من خلية سلطوني وبعد كده لما يخرج طبعا بياخد من الحيوات المنوية يلا يا حبابي بقى نخش مع بعض على حاجة تانية اللي هي الجهاز التناسوي الانسوي بصوا معايا كده انا عندي الجهاز التناسوي الانسوي جايب لي الراجل منظرين ادي منظر جانبي ودي منظر امامي صرع كده تشوف مع بعض ده المنظر الجانبي قدام عنايا هنلاقي ان فيه عمود فقري جزء ده بعد جزء مستبعد ان يتحسي بعى الجهاز التناسوي هلاقي فيه مستقيم اللي هو لتجمع البراز طبعا معروف ان فيه مسانة بولية كل ده برا الجهاز التناسوي اي طبعا فيه عزمة عانا كمان قدام عنايا كل ده برا القصة بتاعتنا خالص ايه بقى القصة انا عندي جهاز التناسولي اسمه مهبل بداية ها في البداية عضو اسمه المهبل اللي هو العضو التناسولي اللي بيدخل منه العضو الزكري وادخال الحانات المنوية الى داخل الرحم ثم الى داخل قناة فلوب عشان يتم الاخصاب زي ما احنا عالفين القصة هنا ان انا عندي ان فيه مهبل فيه رحم فيه قناة فلوب فيه مبيض لو جيت بقى بصيت على الاربعة دول هما دول مكونات الجهاز التناسولي الانسوي ان جيت بصيت عليهم بس في منظر جانبي هلاقي نفسي اكتشفت ان انا عندي مبيض اكتشفت ان انا عندي قناتي فلوب اكتشفت ان انا عندي رحم واحد وعندنا مهبل واحد ايه القصة بسرعة اولا وظيفة الجهاز التناسولي الانسوي وبختار وظائف المبيضين اللي هي هتلازم تكون الجهاز التناسولي الانسوي وظيفته الرئيسية انه يجيب امشاج اللي هي البيضات حاجة التانية انتاج هلمات الانوسة وبعدين فيه وظيفة تالتة اللي هي ايوائي الجنين حتى الولادة وظيفة الرابعة اللي هي الاخصاب احفظ معايا ان هنا في قناة فلوب في التلت الاول بيتم فيها الاخصاب الاخصاب بيتم هنا كده في التلت الاول لقناة فلوب في الحتة دي كده يبقى وظيفة الموجودة يا جهاز التناسولي الانساء واللي هي الاخصاب في التلت الاول لقناة فلوب وظيفة انتاج البيضات اصلا موجودة ها عندي من المبيض هرمون الانوسة اللي جاية هرمون الانوسة جاية عندي منين؟ جاية عندي من المبيض وهيمر للحر الرحم ده جاي من المبيض وبعدين عندي يواء الجنين حتى الولادة طبعا ده بيتم فين في الرحم او في تجويف الرحم اللي هنشاكينه قدامنا ده ده وظائف رئيسية اربعة بس اهمها طبعا انتاج البيضات وانتاج هرمونات الانسوي طيب القصة بسرعة تشريحية للجهز التنسوي الانسوي عندي حاجة اسمها اول حاجة المبيضان المبيض بتاعي المفروض ان هو بيجيب بوايدة والاخر ده يجيب بوايدة بس ملاحظيني ان في واحد شغال والتاني مش شغال لان المبيضين بيجيبوا بوايدات بالتبادل كل الـ 28 يوم تطلع لي بوايدة من الاثنين دول ده هيجيب وبعدين 28 يوم يعدوا ده يجيب يكون ده مريح وبالتالي اصبح المبيض الواحد بيجيب بوايدة كل 56 يوم ده المبيض الواحد الاثنين بالتبادل كل 28 يوم اللي هو ده هيجيب وبعدين استنى 28 يوم حد ما ده يجيب و28 يوم كمان يمره وده يجيب اصبح فيه 28 لكل واحد 56 يوم المبيض الواحد طيب بيقول لي في برحات الطفولة والبنت طفلة بينضج حوالي عدة آلاف من البوايدات عدة آلاف من البوايدات بتنضج فين؟ أو بتكون موجودة في الأنسة وهي طفلة بتكون عندها آلاف من البوايدات بس النضوط بتاعها بيكونش النضوط كامل آلاف البوايدات اللي هي موجودة عندي في الطفلة بتسمى بوايدات أو خلايا بيضية أولية أولا البنت بتتولد ree بـ بوايدات في بدايتها كدة تابعي اسمهها أمهاد بيد وبعدين وهيا جنين طبعا يبقى عندها نحن يسمها أمهاد بيد بعدين تنقسم تاني وهيا جنين لسه ما تولدتش تابعي اسمها خالية بيدية أولية مرحلتين بيحصلوا البنت جنين مرحلة اسمها مرحلة التضاعف مرحلة اسمها النمو وهذا بتاترض الى البنت لا يسمها إي خالية بيدية اولية تابعي اسمها بوايدات غير نرonge في الطفولة عدة آيات بقى كتير بينضج منها حوالي ربعومية بوعدة متين من المبيض ده ومتين من المبيض ده متين بوعدة من كل مبيضة اللي بتنضج دي يبقى اسمها خالية بيضية بس سانوية يبقى فين كسام بيحصل للبيضية الاولية اللي هي والبنت طفلة الالاف البوعدات دول بينفع منهم ربعومية بينضج منهم ربعومية اللي هي بتبقى خالية بيضية سانوية بعد ما حصلها انقسام مايوزي عشان تنتم دي خلاص سهلا بقى يبقى انا عندي الخلايا اللي بتتحرر دي اسمها خلايا بيضية ايه سانوية اللي هي خالجة من المبيض راح القناة بقى لهم طيب السؤال لما هم ربعومية بوعدة بينضجوا من الست بشكل كامل متقسمين ازاي بقى لما يكون كل بوعدة بتخرج يعني بوعدة واحدة كله 28 يوم يبقى انا عندي كده كل 28 يوم بويضة يبقى انا عندي 13 بويضة طبعا ده في الشهر ده كده شهليا في الشهر انا عندي 13 بويضة في السنة طيب لو اسمت ربعومية عد 13 عشان انا مضطرب ان انا الربعومية اللي نضجوا دول يخرجوا هيب عندي ما يقرب من حوالي 30 سنة او حوالي 31 سنة وبالتالي الانسة عندها سنوات خصوبة وانجاب بتخرج فيها بويضات وبيجي لها دورة شهرية في هذه السنوات حوالي 31 سنة لما بيسموها حوالي 30 سنة بيسموها سنوات الخصوبة والانجاب اللي من لحظة بلغة اللي هو انزود الطمس عليها من سن 12 ل 15 سنة لحد يأسها اللي هو توقف ضوط الطمس وانكماش الراحم وتوقف من برع انتاج البويضات وده يوصل بسن كام يبقى حوالي عندي سن 45 سنة الى 50 سنة يعني حوالي من من سن 15 سنة الى 45 سنة بتكلمو في حوالي فعلا 30 سنة زي ما احنا قلنا من شوائد يسمع ايه سنوات الخصوبة والانجاب من سن البلوغ اللي هو سن 15 او 12 لحد سن 45 طب بتقرب بتقرب في 30 سنة فعلا مطالب ان المبيضين بتوقعك يخرجوا 400 بويضة كل 28 يوم واحدة كل سنة 13 بس ساعات بيحصل تعطل اني ساعات بيحصل حمل وفي وقت الحمل مفيش خروج بويضات عشان كده راجل على سن اليأس من 45 لخمسين اني ممكن ست تحمل فيتأجل خروج البويضات سنة كاملة او على الايال للتسع عشر شهور اللي يوم بتوقع الحمل نحفظ حاجة مهمة جدا ايه هي اني افرد الست خلفت كتير جدا كل حمل بيأخرها حوالي سنة فلانا كانت تيأس على 45 تيأس على 46 عشرة حمل خايفة 10 عشرة اولاد تيأس على 55 دي الفكرة ان البويضات ما بتخرجش في وقت الحمل فلازم البويضة يخلصوا وبالتالي يصل بعدها ايه ها يصل بعدها يوصل اليأس يبقى اليأس مش بالعمر منذ السن مش بخمسة ربعين خمسين اللي يأس بانتهاء خروج البويضات اللي يأس بالتخلص من المعروض بويضة على مدى ثلاثين سنة او اكتر حسب ما يخرجوا طبعا ده بيتعطل او بيتبى موجود حسب الحمل طيب عندنا حتة كمان طبعا كده خلاص من مدى بتاعنا او مدى ده عندنا حاجة اسمها ايه اسمها الفحم اللاحب بتاعنا عبارة عن عضوكم مثل الشكل زي ما تشايفين كده عضو اجور بيتميز بجدار قوي عضل يسميك ينقبض وينبسط عشان يسهل خلوج الطمس او يسهل الولادة كمان في بطانة ميز بالامداد الدموي طبعا دي بطانة غدية تفرز طبعا افرازات اللي هي مخط عشان طبعا بيلطة بالراحم من جوه كمان في امداد دموي عشان يساعد ان البودة تتزرع داخل الراحم وتكون جنيه طبعا البودة المخصبة عندي حاجة اسمها المهبل ايه المهبل بتاعنا قناة عضلية عمقها الجوه سبع سنتي فيها زي ما انتم شايفين قدامكم سنيات بتتمدد هزي السنيات طبعا اثناء خروج الضوية الشهرية او اثناء الجماعة مع الزوج او اثناء خروج الجنين بتتنادد عشان الجنين يخرج كمان مرطب من الداخل يعني في مخاط او في ترتيب نهبل طبعا في افرازات طبعا في غضل المهبل تفرز افرازات عشان النهبل دايما يفضل راطم ها فيش مشكلة خالص بقى طيب يا حباب قلب نشوف غيرها ايه القصة اللي فضلة اضل لك قناتي فالو لو انت عملت عملية جنسية مع الزوجة ودخل العضو الزكري كده ودخلت حانات منوية تفضل تسلح 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 تفضل ماشية ماشية تمشي في قراتين فالوب بس البوايدة خرجة من احد المبيضين واليامة التانية مش شغالة فالبوايدة لو خرجة من اليامة دي تلاقي الحانات المنوية راح تخصبت في التلت الاول لقناة فالوب البديل بتهيق مكان امن للاخصاب دي قناة فالوب كمان قناة فالوب عندها زوائد اصبعية بتلتقط البوايدة تمام بالكمع بتاعها والزوائد اصبعية بتاعتها تضمن سقوط البوايدات داخل قناة فالوب كمان بعد ما خصب البوايدة عندها اهداف داخلية كده تدفع في البوايدة المخصبة توجهها نحو بطنط الراحم عشان يتم زرعها يبقى قناة فالوب عندها زوائد اصبعية تلتقط البوايدة وتخصب البوايدة داخلها ثم تدفع البوايدة المخصبة نحو الراحم حتى يتم زرعتها في البطنة او لم تخصب تدفع نحو الراحم حتى يتم تحلولها او خرجها طبعا كمادة محللة لان البوايدة طبعا حجمها صغير تبقى في حجم محبة السمسم كمان نعرف ان المبيضين على جانبية تجويف الحوضي بتاع الانسة خلاص دول في حجم اللوزة المقشورة ده مكان المبيضين على جانبية تجويف الحوضي طيب على جانبية تجويف الحوضي معروف ان فيه مبيضين ايه المبيضين بتوع دول مالهم عبارة عن حاجتين بينتجوا بوايدات وينتجوا هرموات انوسة منين بتوصل هرموات الانوسة بقى احنا اخبنا قبل كده شغل المبيض في الهرمونات استولوجين وبشسترون وبطنة ومش بطنة فهتنتقل عبر الانداد الدموي ده ايه دي الواصلة دموية بين المبيض وبين الراحم عشان تديله الهرمونات عشان الراحم يشتغل خلاص كده تمام كده يا جماعة طيب كل ده فين الجهاز التنسيوي الانساء ده فين ده في تجويف الحوض زي ما هخدنا الراحمة بتاعتنا لو بصيت هلا نفسي بقولك انها فين بص كده بص كده ها ايه دي كلها جهاز التنسيوي الانساء كلها قدام عينيك خلف المسان مسان الهاية هو وراه مسبت باربطة مارنة يسمح لها بالتمدد اثناء الحمل في الجنين عشان الست اللي بطنة هتبدأ تتسع اثناء الحمل في اربطة مارنة عشان الجهاز التنسيوي الانساء وده هو تيتشال كويس ده موجود في تجويف الحوض عشان كده نرجع بقى نشوف مع بعض حاجة تانية طبعا مهمة جدا 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 اللي هي مراحل تكوين المويضات او الدور بقى الرئيسي للجهاز التنسيوي الانساء تعال يلا اولا اذا ما نخش عليها تعال نشوف مع بعض الرئيسي منتهى الاهمية جماعة بصوا معايا كده بصوا معايا كده ف اس اتش بيروح على حويصلات جراف غير النطجة ويحفزها عن نضوج وتنضجوا معاها بوايدة تبقى حواسية جراف نطجة فده حواسية جراف بس حواسية ايه النطجة اللي هي دي بعد كده بيروح عليها هرمون اسمه هرمون LH يفجرها زي ما انت عارف واخدنا بكده في الهرمونات يبدأ يحرر منها مين يحرر منها البوايدة وتخرج البوايدة بعدما الحواسية تنفجر البوايدة متحرلة دي هتسألك عليها انها مين انها بيضية سانوية وهنفهم الكامده دلوقتي حالا بقارة حواسية جراف تحول لحاجة اسمها جسم اصفر تنساش ان حواسية جراف دي وهي بتنضج بتفيز هرمون اسمه هرمون الاستروجين وده جسم اصفر بيفز هرمون اسمه طبعا بعدما تكون معايا بيفز هرمون اسمه هرمون البروجسترون وبعدين اعرف على طول اهنين مدام الجسم الاصفر انكمش يبقى الستة دي مبيضة ده البوايدة اللي خربت منه لم تخصب الستة دي مش حامل الاحفاف دايما الاسمه كده جسم اصفر كمل الستة دي تحامل والبوايدة تتخصبت ان الجسم الاصفر بيفضل ويفز البروجسترون اللي بيزبط البطرانة بتعطي الراحم عشان الامداد الدموي والجنين يكمل مدام ده حصل يبقين كماش مفيش مفيش جسم ايه ايه مفيش جسم اصفر مفيش بروجسترون مفيش حاجة اسمها حمل حصلت حلو الكلام طعلا معي بها بحيطة مهمة جدا اسمها مراحل انقسام او تكوين البوايدة تكوزوا معي كده يا حباب قلبي احفظ معي اللي هيحصل انا عندي حاجة اسمها مرحلة التضاعب يلا مرحلة ايبها ها التضاعب اللي بيحصل معيه في الموبلد على الانسة خلايا جلسومية امية تنقسم من قسم ميتوزي طبعا ياتو ان هتنقسم ميتوزي هتطلع علي عدد كبير من خلايا اسمها خلايا ايه كمهات البيض الجلسومية الامية بتاعتي لما اجيب امهات بيض تبقى اثنين نون زيها لان اعملت انقسم ميتوزي تبقى الاصل كان ده تم والبنت جنين في المراحل الجنينية للانسة بعد كده ايه اللي حصلت حصلت معي حاجة مهمة جدا اللي هي ان احد امهات البيض دول او اي واحدة منهم صلها كبرت في الحجم فهي دخلت في مرحلة اسمها مرحلة النمو قدام قلت النمو يبقى انت بتتكلم في ايه في مرحلة رقم اثنين في مرحلة رقم واحد مرحلة رقم اثنين بعده دي اتتمت والبنت جنين يبقى يا الله حباب قال متى تتكون اول مرحلتين من مراحل تكوين البوضات في انسة الانسانة في المراحل الجنينية للانسة والبنت جنين تضاعف ونمو كونت وهي جنين باخر ورحم امها كونت امهات بيض بميتوزي امهات البيض بدون الانقسام كبرت في الحجم وخلاص بسبب ان فيه غذاء اختزن فعملت حاجة اسمها بيضية ايه بيضية اولية والبنت تولدت بدي وفضلت طفلة بدي لحد ما تيجي مرحلة البلوغ او الندوب بتاع المبيض نبدأ نشوف المنظر ده كله يركز معايا في اللي انا هقوله بقى بصوا كده عندي من اول القصة دي اللي هي كلمة ايه خلية بيضية اولية نبدأ نشوف مع بعض مهمة جدا يا جماعة دي اخر حاجات معايا كانت البنت ايه كانت البنت طفلة كده طفلة مولودة بدا طيب عند البلوغ هيحصل مرحلة البلوغ حاجة اسمها مرحلة الندج دي كلها كده اسمها الندج ايه حوال الندج الندج ان فيه ايه بقى ان فيه حاجة اسمها خلية بيضية اولية هتنقسم مايوزي اول تجيب حاجتين حاجة اسمها بيضية سانوية وحاجة اسمها جسم كده لان المجل الاول بيقلل عدد السبغات للنصف قصام اختزالي تو ان بقت ان دي ان ودي ان بس البيضية السانوية خزنية غزاء اكتر من جسم القربة عشان كده حجمها كبر وهي دي اللي تتحلل من المباد اللي احنا خدناها من شوية دي البوايضة اللي فيته خاصة دي البوايضة اللي بتخرج من البنت اي بنت او اي ستة عند قدرة شهرية دي اللي خاد جمعها بيضية سانوية طيب في بقى انقسام مايوزي تاني طبعا ده خلاص حصل لأي بنت اي بنت او اي انسة بحس الله ده مايوزي اول للاثنين نون في بردية الاولية اللي هي مولودة بيها تنضج وتبقى بردية سانوية بانقسام مايوزي فعندي نون جسم قطبي ونون بردية سانوية بس دي اكبر في الحل غزاء مضدخل ده بقى اي انت يحصلوا لحظة دخول الحيوان المنوي اسم انقسام مؤجل او مشروط اول ما الحيوان المنوي يخش لحظة التاتش لحظة اللمس لا كز خب بدك ان دي بردية سانوية بص اي دي هتعمل ايه حيوان منوي اول ما دخل بدأ يلمس خب بدك بداية دخوله دي خلاص طبعا هو بيخش باللقص والعنق ويسيب الكطع وسطة والدل بارة زي ما انتوا عارفين عشان اللقص فيها نواة والعنق فيه سنتريولان بيعملوا انقسام مش عايز بقى بقى اجزاء الحركة دي اللي هي الكطع الوسطة والزيل مجرد ما بدأ ده يدخل دي كده بداية اخصاب دي اسمها عملية بداية اخصاب تركز وبعدين ساعتا يبدأ البيضية السانوية تب اسمها ابو ويدا يلا متى تتحول بداية السانوية الى ابو ويدا لحظة التاتش دي عملية بداية الاخصاب بداية مين بداية دخول الحيوان المنوي بقى اسمها ابو ويدا وهي لسه اني يا جماعة زي ما هي هذا ما انت شاية بس بقت نبجة شوية وهو الرأس او النواة مستمرة لو مكملة في سكتة وراحل النواة ساعتها هتبقى اسمها زايجوت يعني انت دي هتبقى زايجوت لما ده يكمل اخصاب اسمها نهاية اخصاب واصلة كده طيب يبقى الانقسام الميوزي التاني حصل امتى قبل الاخصاب ولا بعد الاخصاب قاملة لغة كبير اوي انتو على الماديا بموزيد الدنيا طبعا لازم اقول له حصل الانقسام الميوزي التاني بعد الاخصاب لان بداية الاخصاب بداية التاش اوي ما تاتش يحصل الا حصل حصل الانقسام ميوزي تاني جاب لي بوضع نرجع ان ثم اكتمال الاخصاب يخليني بقى التو ان تقول لي يا استاذي طب ازاي ميوزي اول ييجي بعد اخصاب من معناها انك انت خصرت بقيت تو ان مش اول ازاي اقول لك هي ماشية بداية اخصاب بداية اخصاب ونهاية في المنهج بتاعك للاسف مش مكملها صح انا اقول لك على الصح والله الصح بتاع ان اخصاب تاتش تاتش لا اخصاب ثم ميوزي تاني جاب لي حاجة واحدية وعسنا لسه يعني هي اسمها عملية واحدة يا جماعة بداية اخصاب ثم احفظها كده بداية اخصاب ثم ميوزي تاني ثم اكتمال اخصاب ثلاث خطوات في عملية واحدة هي اسمها كده عملية كاملة على بعضها نحفظها كويسة هتلاقي ده كده هيفط من دي كده يخلع منها مجرد التاتش ثم مكملها في الثواني بقى كام ثانية يلا ويخش يا اندمج دخل اندمج بقيت تو ان بقيت عملت نهاية اخصاب نحفظها كويس يا جماعة طبعا قد ينقسم الميوزي التاني طبعا لما يحصل قد ينقسم الجسم الكتب الاخر ويعملي جسمين كتبين يبقى عندي ثلاثة طبعا دي مش مهمة بالنسبة مدرية كتب مراحل ايه؟ كتب مراحل تكوين البويدات مهمة جدا يا جماعة نتكيزوا فيها طيب عندي بعد كده حاجة من هنا يبقى اللي هي تركيب البويدة ايه البويدة بتاعتي يا سنة ثالثة عبارة عندي خليها واحدة زي ما انتم شايفين كده فيها نواي ونواي وستوبلازم زي ما انتم شايفين ما عندها شقة بلازمي بس محاطة من الخارج من برا بغلاف سميك التماسك بفعل حمد اسمه حمد الهايا ليورنيك حدش ينسى في حمد اسمه حمد الهايا ليورنيك مخلي البويدة مالها مخلي البويدة بتاعتي بغلها من برا سميك بيجي لها حيوان مانوي خصابها وطبعا جسمه القمة زي ما انتم عارفين بيبدأ يفرز انزيم اسمه انزيم الهايا ليورنيز اللي بيعمل ايه؟ اللي بيبدأ يعمل لها حاجة مهمة جدا اللي هي ازابد غداف البويدة عشان يبدأ يختارك ويبدأ يعمل لي عملية الاخصاب اللي احنا كلمنا عليها خلاص كده؟ اتباية متماسكة طبعا خالية عادية بس بيخزين لك زي ما انتم شايفين كده الهايا ليورنيك مخلي غلافها من برا سميكة عشان يدوب لازم الاف الحيوات المانوية او ملايين عشان تزيب الغلاف الخارجي بانزيم الايه؟ الهايا ليورنيز زي ما انتم عارفين طيب ده وقت كنتكيب البويدة معي حاجة كمان جميلة جدا اللي هي باتكلم عليها حاجة اسمها دورة التزاوج ودي هتنروح بقى عطول كده ونشوف مع بعض احوار دورة التزاوج بصي اصدقائي دورة التزاوج بتاعتنا لما نبدأ ونشوف هنلاقي نفسنا بنتكلم على كائنات معروف ان هي معظمها بيكون سديات مشي مية دورة معينة في حياة مين اس سديات المشي مية ينشط فيها المبيض والله المبيض بيجيب بويضة في كائنات بتجيلها بويضة واحدة في السنة زي الانسة الاسد وانسة النابل في كائنات بيجيلها بويضة واحدة كل ست شهور زي بنتكلم في القطط والكلام في كائنات بيجيلها بويضة كل شهر زي الارانب والفقران وبالتالي اسمها دورة ايه؟ دورة تزاوج فطلة معينة في حياة الساديات المشي مية ينشط فيها المبيض بصفة دولية ومنتظمة وتتزامن هذه الوظيفة مع تزاوج الانجاب بمعنى انسة الاسد بتحيط حيضة واحدة في السنة فعندها دورة تزاوج واحدة مع هذه الحيضة بتجيب بويضة واحدة يوم الزكر يبقى عالف يوم يعمل معها هتخصر جنسي في هذا الوقت يبقى الزكر ان الاسد بيعمل عملية جنسية مرة واحدة بس مش مرة مرة لا بيبدأ يعمل مرات كتيرة في نفس الوقت في السنة مثلا ثلاثة اربعة ايام كده من السنة بيبدأ يكسف فيها العملية الجنسية مع الانسة بتاعته عشان يضمن انه يلحق البوضة الواحدة دي لان لو فاتت عليه للأسف مش هشوف غير بعد سنة مش هيخلف غير بعد سنة وهي دي قصة ماشي بتبقى طبعا كل ستة شهور في القطة والكلاب بتكون كل شهر في القرآن بيسمها دورة التزاوج انها بتاعتنا بقى بتاعت الانسة الانسان عندنا باسمها دورة الشهرية او دورة الايه التمسل دورة التزاوج اللي هي ايه كل 28 يوم جاهز بوايدة للانسة في دورة التزاوج دي المبيض بتاعنا بينشط كل 28 يوم بيجهز لي هه بوايدة تدورة تتزوج عند الانسان بتبقى كل 28 يوم اللي هتسمى الدورة الايه الشهرية ايه باحفظ انها كائنات ساديات مشريمية تبقى ممكن تبقى سنوية ممكن تبقى نصف سنوية ممكن تبقى شهرية اسمها دورات تزاوج في ان اخب بالك لازم مع دي عملية جنسية تحصل عشان البوائدة هتفوت عليك يا كائن يا بتعمل كل سنة وانت يا بتاع نص كل سنة او كل نص سنة هتفوت عليك البوائدة فلح اعمل جنس ولح اعمل جنس برضو انت طبعا في الانسة الانسان هي كل 28 يوم عادي ممكن يصل جنس في الفطلة ديت او مش شرط يصل جنس بس هنا لازم تتزامن مع التزوج والانجاب عشان كاسموها دور التزاوج بينشط فيها المبعد يجيب بوائدة بس لازم يتزامن معها حدوث عملية جنسية او حدوث التزاوج خلاص كده طيب كده خلاصنا جزء دوت يلا بينا مع بعض هنشوف جزء الفاضل في الدكس ده المهم جدا اللي هو عامل الابان على الشرطة الميديا بتاعتنا اللي هو دورة الطمس في الانسان يلا نشوف مع بعض نشوف بقى مع بعض كده دورة الطمس اللي قلنا عليها بصوا حبايا المخطط بتاعنا او الازمة اللي قدامنا دي زي ما انت بتشوفها لازم تمشي معايا على الازمة كلها بالمنزل ده بصوا كده انا همشي من هنا وينزل من تحت يعني تأسيل الف اس اتش مسلا فين تأسيله تأسيله بيبان معايا لتحت كده بنزل هنا بنزل بنزل واشوف الحوار الحد ما وصل لاخر الحال نفس الحوار ارجع ثاني واشوف مسلا تأسيل اللي اتش لازم منزل تحت منه تأسيله بيكون تحت منه على طول يبقى اللازمة بتاعتنا ماشية ازاي ماشية ان الزلمون بيأثر نتائج التأسيل بتاعته بتظهر اسفل اللازمة اللي موجود فيها طيب قبل ما اخش في اي حاجة لازم احفظ اني الاف اس اتش والال اتش دي هلمونات غدة نخامية تمام وعندي استيروجين بروشاسترون دي هلمونات مبيضة و دائما تأسيل هلمونات الغدة النخامية بيكون موجود على المبيض يبقى يلا تأسيل مين على مين النخامية بتأسر على المبيض و هلمونات المبيض بتأسر على الطمط الرحل يلا همشي بكم قعدة بتاعت قواعد اول حاجة ان الهلمون تأسيله تأسيله لتحت تاني حاجة ان الاف اس اتش والالتش و هلمات غدة نخامية تأسلهم على المبيض تات حاجة هلمونات المبيض تأسيلهم على بتنطر راحل تعالوا نشوف يلا تبص كده انا عندي اول حاجة عندي الهلمون اللي هو اف اس اتش هو بيزيد يزيد مع عبداي التهدم بتنطر راحل اللي هو تحت كده نبص ايه دي بتنطر راحل متهدمة جي بتنطر راحل ها هنا متهدمة وهنا للوقت ده اللي هو من اليوم الاول في اليوم الخامس طبعا ده اليوم الخامس عندي حاجة اسمها مرحلة الطمس يبقى ضوط الطمس بتاعتي تبدأ ده ايه تبدأ بنزول الدم على الانسة اللي هو نزول الدم الدورة اللي هو معناه تهدم بتنطر راحل في الفترة دية بيكون هرمون اف اس اتش شغال اعلى نشاط لهرمونات الغدى النخمية بالزات اف اس اتش بيكون انت بيكون في وقت الدورة وقت تهدم البطانة وقت نزول الدم اللي هما بتاعت لخمس تيام بتنزول الدم طيب في الاف اس اتش جي ليه جه ومشي عبر الدم راح للمبيض ريح لحوسية الجراف عشان ينضجها عشان خليها تندج ولما تندج تبقى جواها بويضة بتنوا بداخلها اثناء نضجها بصوا معايا اف اس اتش قد امر المين لحوسية الجراف نضجت واثناء نضجها افرزت هرمون الاستروجين ده اللي بيزيد مع انماء الحويصلة وانماء قلب ويضة بداخلها حصل ان الاستروجين لان هو هرمون مبيض بيروح لبطانة اللحم حصل ان هو راح بدأ يبني بطانة جديدة بعد ما كان البطانة خلصانة وبقت بطانة زيله خالص لان دورة الطمس او الدورة نضفت او فتلة الطمس نضفت اللحم خالص وخلت البطانة مش موجودة فيبدأ يعمل بطانة جديدة يبقى يلا الاستروجين يزيد من الماء بطانة اللحم طيب نركز بس الفنيات مهمة بصوا معي اعلى افراز للفي في اليوم الكامل هادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اعلى افراز للفي بيكون في اليوم الخامس احفالها كوعية اللي هو عموما بيزيد ويكون مشاركة لقدة ان هو كمية شغال عادي والسرت عندها دم الدورة نازلة انما المبيض هرموناتهم مش شغالة خالص بصوا عندي بص كده استروجين بروجسترون اهمات الاتنين قدامي ما لهم يا مستر الاستروجين وجسترون ادنى معدل ليهم في اول خمسة ايام اللي هم بتوع ضوط الطمس اللي هم بتوع فتة الطمس يعني طول ما الدم نازل طول ما هرمونات المبيض مش شغالة طيب بعد كده نبص نلاقي وفي هرمون زاد افرازه وكان اعلى افراز لي ما بين اليوم الثانية عشر والسلس عشر. لبدء طمس لو هرمون ثم يحدث تأثير له في اليوم الوابع عشر. ويفجر حوسية الجرف اللي فيها بويضة وبكده بقى اسمه الهرمون المفجرة لو هرمون مبوض بالمخلق بويضة وهرمون مصفر لان بقايا حوسية اللايا جسم اصفر. يبقى مين ايديS هرمون السبب? او يساموه هرمون مصفر هرمون اللي بيسبب في انتجار حوسية الجرف وتحولها الى جسم ايه? الى جسم اصفر. هنكمل مع بعض. ونشوف. هنلاقي اني بعد ما الجسم الاصفر بدأ يظهر بدأ يظهر هرمون اللي هو في الفترة ما بين اربعتاشر و تمانية وعشرين. ما ننساش ان انا لحد اليوم الخامس كان يسمي مرحلة ها الطمس. الحرارة يسمي مرحلة الطمس. تمام كده? طيب. من الخامس لحد الربع عشر اللي هم العشر تيام دول تقريبا او تسعة تيام. من الخامس للربع عشر. معروف ان انا عندي هرمون نبضك حوايسية ايه? جراف. وام جاي نخلي فيه هرمون استروجين. الاستروجين في الفترة ديت اللي هو في الفترة من الخامس للربع عشر. مع انماء الوايصلة. وايصلة بتفرز استروجين ويعمل انماء البطانط الرحم. تقوم. بطانط الرحم بتاعتي لما تنمو قلاص بقت مستعدة انها تستقبل بوايدة مخصبة. يقوم هرمون. ييجي بقى طبعا المرحلة دي اسميها مرحلة ايه يا جماعة? مرحلة مضج البوايدة. اللي هي في الفترة من الخامس الربع عشر. حاول عشر ايام او تسعة ايام. طيب. بعد كده بيجي هرمون. يفجر. هو يسلط. كراف. ويخرج. ها? البوايدة. بقى مصفر لانه جاب جسمه اصفر. بقى مبوض. بقى ده يوم التبويد في اليوم الاربعتاشر. قد التبويد انزي معيها في اليوم الاربعتاشر. طبعا من بدء الطمس. بعدها لقينا البطانط غيرت. طيب مين بأسر على البطانط الرحم? قلت لك هرمونات المبيض. لانه بدأ الجسم الاصفر. يفجر هرمون. هرمون البروجس. ترون. بس يعمل على زيادة سنك البطانط الرحم. وزيادة الامداد الدموي. وبالتالي استعدادا لزرعة البوايدة المخصرة. طيب. اللي انا شايف قدامي زي ما قلت لكم من شوية. قلت لكم ان الجسم الاصفر لو فضل وكبر يبقى فيه حملة حصل لان هستمر بوجسرون. لما الجسم الاصفر عندي انكمش. يبقى اذا هذه البطانة لم تستمر. مش هتكمل. تقوم تعمل ايه البطانة? تقوم تتهدم. والتهدم بيبدأ بعد اليوم الثامن والعشرين ما ينتهي. هدأها في دورة جديدة. طبعا تهدم بطانة رحم. عشان تبدأ دورة جديدة للمبيض الاخر. لان ديك كان دورة مبيض معين. مبيض ايمن مثلا. طبعا مبيض الايصر هو اللي هيشتغل للدورة الجديدة. بس هنا ليه يتهدم? ليه وانحنا البطانة بدأ ينزل تاني. علشان خاطر الجسم الاصفر انكمش. بدأ يقيل البطانة بتاعتي اللي هي تمسكها بقاش موجود كويس لان البطانة قل. ليه بقى? لاني انا بعرفه. اني زراعة البواج لو البواج ديك تخصبك. وتزرعت في البطانة. كنا هنحتاج محافظ على البوجسترون. فكان لازم يبقى الجسم الاصفر لمدة ثلاث اشهر. الفترة ديك عمال يزود بوجسترون وعمال يدي سمكة البطانة وعمال يدي انداد دماء. طيب. ليه بقول كده? نحفظ المعلومة المهمة اللي انا هحكيها دلوقتي. اللي هي. بصولي كده. انا عندي احفظ حاجة مهمة اللي هي طول ما ده موجود البروجسترون. بيحصل ايقاف الطبويد. منع الطبويد. تمام كده? ليه بقى? طول ما البروجسترون ده بتاعنا. طول ما هو عالي في الدم. استحالة النخامية تبعت FSH. والFSH لو جه. ايه اللي هيحصل? هيحصل ان فيه الماء حويصدة. ثم وجود هه بويضة. يبقى انت هتنع الطبويد ازاي? عالي بروجسترون. طول ما هو عالي. طول ما يحصلش تغزية راجعة. ما بين المبيض والنخامية. ومش هنبعت FSH. يبقى مش بدقين دورات. عشان كده. بيوقف الطبويد وايقاف الدورة الشهرية. منع الدورة. لما بعد الولادة? لان مدام في حمل يبقى في مين كتير? بوجسترون كتير. بوجسترون كتير يبقى مفيش FSH. بموضوع التغزية الراجعة اللي احنا حافظينه. الناس ركز لحتة دي يا جماعة كويس. موضوع انتحان جدا. يبقى يعتمد افراز FSH على نسبة البروجسترون في الدم. عندما يزداد البروجسترون لا يفرز FSH وبالتالي في عندي منع طبويد. وبالتالي ما فيش دورة ما فيش تهد ومتنط لحم لما بعد الولادة. بالكلام ده لو في حمل. لو في حمل. طيب. برضو نحفظ لو في حمل هيحصل ان هيستمر الجسم الاصفر. في النمو. ويفضل اقصى نمو ليه في نهاية الشهر بتاعة. هيفضل عايش تاعة شهور. ويفضل شغال هو مصدر افرازك وجسره النمو بتاعة شهور. لحد ما في الشهر الواضع. تركز. بيكون حصل كده تقدم نمو للبطانة. وامدادها الدموي. وساعتها خلصت. ساعتها بقى فيها عندي حال اسمها المشيمة. بس المشيمة النطجة. من خب بالك. كلمة مشيمة لو تسألت كونة امتى تقولي كونة من الشهر الاول. من اول لحظة امداد دموي. والمشيمة بتتكون لانها عبارة عن شوية مجموعات دموية. طيب. بس في الشهر الواضع اللي حصل. ده ده يصر تقدم نموها. تقدم. تقدم نمو للمشيمة. يعني خلاص بقت مداد دموي كافي. وبقت عندها القدرة على افراز البروجسترون. يبقى المشيمة ما بتقدرش تفرز بروجسترون في اول ثلاث شهور. عشان كده ربنا ما دينا جسمه اصفر. في شهر الروابع بيكون بدأ في اول الوابع يتحلل الجسم الاصفر وهي تبدأ تكون تكون تكونت. وهو عمره ما يتحلل غير ما يكون هي هي تقدمت مش يتكونت. قدم نموها وبقت نمج. طب ما عمره ما يحمل تحلل الا ما تكون هي موجودة عشان تحل محله وتفرز هلمون بجسرون اللي بيزول الامداد الدموي زي ما احنا عارفين ويحافظ على التماسك البطانة. وطبعا بينبه الغداد السادية كمان على النمو التدريجي استعدادا لان فيه رضاعة بعد الولادة. طب لو حصل بقى تحلل بامر ربنا برضو. تحلل الجسم الاصفر قبل الشر الرابع ما يجيب. او في نهاية التالت قبل تقدم المشيمة. يحدث اجهاض. ما ننساش دي يا جماعة. طيب. ده لو في حمل. طيب. ما فيش حمل. هيحصل المنظر ده. فيش حمل يبقى المنظر ده. انكماش الجسم الاصفر. قلت بجسرون. تهدم بطانة مين? تهدم بطانة الراحم. وبالما تتهدم بطانة الراحم معناها اللي خلاص هتبدأ دورة جديدة. ليه تتهدم? بفعل ان الراحم مدام البجسون قال والتماسك قال. يفضل الراحم يعمل انكباضات. ويبدأ يزيد هرمون الو اتش. وكده هيبقى خلصنا حبايبي. ضوط الطمس. وخلصنا ده لسنة. وده لسنة مدام خلص. يلا نخش مع بعض على الاسئلة. شوف يلا يا حبايبي مع بعض الاسئلة. اول سؤال بيقول لي. اي الارباط التالية لا تنطبق على خلايا سلطولي. طبعا خدنا خلايا سلطولي في الخصية خلية المفروض ان هي تو ان. في حتة من الخصية. حتة من جسمك. حاجة تانية. طبعا ان خلايا سلطولي بتغزي لحامات المنوية داخل للخصية كما ان لها وظيفة مناعية. طيب. بولي تنتج من انقسام ميوزي لخلايا مناوية. على طول طبعا انا لازم اتغمد اعنايا كده واقول ما ينفعش طبعا. يعني اني ما تجيش من ميوزي. هي جاية من ميتوزي لاني ان هي تو ان حتة من جسم الخصية. ما ننفعش تقول لها ميوزي. تنتج من ميوزي بديها تتبق ان. ما تنفعش. خلط اجابة دي. تشترك مع الخصوطان في التغزية اه هي بتغزي ولسا اي لا. موجودة في خصوطي طفل حديث الولادة. اه موجودة في خصوطي طفل عادي جدا. الطفل بينزل بالخصية بتاعتم مفجع عادي جدا. قط اشترك مع الجانب المناحي فده وظيفة او احنا لسا عين لها وظيفة مناحية. خلاص كده اتهى الامر. رش على كده. عندي بعد كده. السؤالين ميجي همين بين مهمين جدا. بيقول لي الراجل الاسم باني المقابل يوضح بعض الخلايا في خصية زكرة الانسان. الى ماذا يشيل الحرف صند. طيب. هنبص مع بعض كده. هنبص بيقول لي ايه? بقول لي الى ماذا يشيل الحرف صد وجايب لي لسمة. جايب مجموعة صبغية. وجايب لي نهاية باللون اللبني. ودي ان باللون الروز او اللون الاحمر. اللى يا صاد طبعا سين تو ان صاد ان زا ما انت شايفين. وعايز لحرف صاد? انا عايز الحاجة اللي هي عبارة عن انات. عايز الحاجة اللي ايا فيها ان. طيب. لما يتقال لي حاجة فيها ان scr. عيد طبعا ان انا اختار الف لان الجميلة الامية انا عايف انها تو ان. معاي الطلاقة ان معاي المنوية الاولية المفوضة انها تو ان. معاي المنوية السنوية ان. انا اراجل highlights حافظه المساكل. وبالتالي اجابتك يا باء يا دال. طيب. انا عندي هنا. تو ان بقت ان مرة واحدة يعني مرة واحدة اول خطوة جبت خليتين. كده انت عملت ميوزي اول ولا ميوزي تاني. اولا انت عملت اختزال العدد الصبغي وده بيبقى ميوزي اول. كمان انت طلع كام واحدة اتنين. وده برضو بيكون في الميوزي الاول. لان الميوزي التاني يازم يجيب لي كام اربعة. وبالتالي اختار الحاجة اللي بتنتر عن الميوزي الاول. اللي جاي عن الميوزي الاول اكيد هتبقى خلايا منوية سنوية. خش علي بعد. كم عدد? هالحانات المنوية النتيجة من انقصان ثمان خلايا منوية سنوية. والله المنوية السنوية ديت. ديت لو كميت وانقسمت هتبقى عاملة اتنين طليعة. وديت برضو تعمل اتنين طليعة. يبقى كل منوية سنوية بتجيب طلعتين. اتنين طلاقة منوية. وكل طليعة بتعمل حيوان منوية. وبالتالي حيوانين من كل منوية سنوية. وهم تمانية. يبقى تمانية في اتنين. هتبقى اكيد ستاشر. سؤال سهل. فش على غيره. بيقول لي هنا في رسمة مهمة جدا. بيقول لي الشكل المقابل يوضح منظر جانبي للجهاز التناسلي الزكري. ادرسه ثم اجل. طيب ندرسه. ادرسه يعني شوف حروفك دي بيتعبر عن ايه. سين حوصلة منوية. صارات بولوستاتة. عين خصية لام قضيب. سين حوصلة منوية. صارات بولوستاتة. عين خصية لام قضيب. طيب. هيبقى لبي الراجل بيقول لك. يحدث التباين الوراثي او التباين في الصفات الوراثية للابناء. اذا حدث تباين في المعلمات الوراثية الموجودة في انوية بعض الخلايا متكون في التركيب مين? واحدة واحدة. انت عندك تحفظ دي لك اني. الزكر دايما العدد الصفغي بتاعه 44 زياد اكس واي. فيين قسام ما يوزي بيحصل اللي هو 22 زياد واي. دي انواح حيامات منوية. في 22 زياد اكس. ادي انواح حيامات منوية اخرى. حلوة الكلام. طيب. سؤال جميل بقى وصغير قد كده. ايه هو السؤال الجميل الصغير? هنا في تباين وراسي ولا لا? في تباين وراسي. لاني في واي غير اكس. حيوان منوي يحمل الصبغي واي غير اللي بيحمل الصبغي اكس. كمان الكروموسومات دي مفصولة عن الكروموسومات دية. وبالتالي كم دا كله بيحصل فين? الانقسام الميوزي. احنا خدنا اللي هو تكون الحيامات المنوية بيتم داخل الخصية. كلنا عارفين انه بيتم داخل مين? داخل الاني ببات المنوية بعد ما تنقسم الجرسمية الامية وحاقنا القصة. والخصية بتاعتك هتبقى مين عندك? ها? يلا ايوة بتبقى عين. الخصية عندي عين. سهلة خالص. تخزيط الحيامات المنوية خلال رحلتها في الجهاز التناسيلي الانسوي يعتمد على افراز التركيب. طب هو قال لي خلال رحلتها معناها انها خرجت. مدام خرجت مش هبص على سريطول اللي في الخصية. خلاص كده. خلاص خلال رحلتها يعني ايه? خلال الرحلة? يعني اي دور على اي مصدر جزاء بلا الخصية. ما عنديش غل المصدر التاني لفضل اللي هو الحوصال المنوية. طبعا اجابتي تبقى سي. وبقت سؤال سهل جدا. نشوف حياة كمان. يلا يا اصدقاء. يقول لي هنا اي اشكال الحالات المنوية صالح للاغصاب وتكوين جنين في الحالات الطبيعية. تاني ما ايش اصبط اسمتي معكم? يلا يقول لي اي اشكال الحالات المنوية اللي قدامي صالح للاغصاب وتكوين جنين في الحالات الطبيعية. نبص على رقب الف ملقناش فيه ميتو كندريا في قطعة الوسطى. ما ينفعش. نبص على الباق والله العنق او السنتريولان مش موجود. بصوا كده هنا مفيش ميتو كندريا. هنا مفيش سنتريولان او عنق. عشان سنتريولان اللي هو جسم مركزي بيعمل دور في انقسام بارة مخصبة. طيب عشان قال لي اخصاب وتكوين جنين خب بالك. هتكون جنين يبقى عايز تعمل بارة مخصبة عايز تعملها قسامة عشان تفلج. هنا الزيل قصير ما يوصلش. هنا الحيوان ده ناضب جدا وهلاص اجابتي بقى الدار. سؤال سالس. خب بقى الجامدة دي. بقول لي اي مالي من خصائص حانات مانوية اللي بتصل للجهد التاثيري للانسة. خب بقى. حان ما انا قدام عينيك اهوت. عنده ميتو كندريا. ميتو كندريا يبقى فيه انتاج طاقة اللي هي انتاج اي تي بي. ما دم اتكلمت في كده يبقى انتازم اكيد عملت عملية اسمها كده. تنفس خلوي. عمرك ما تنتج طاقة غير بالتنفس للخلوي. يبقى انتاج اي تي بي. دقى على قطة الميتو كندريا يبقى ده حيوان عمل عملية تنفس خلية عمل التنفس. طبعا الانداد بتاع الطاقة ادى قدرة للزيل انه هي تحررك. فانا بختار الاف. طب تنمو تتحررك. حبيبي تحررك ناشي. النمو ما ينفعش. الانكية كده هي خرجة نامية داخل مين? داخل الجزء التنفسي الزكري. اه بيتم بعد كده حصولها على الطاقة بس الهدف لها مش النمو. الهدف انها مسلا انا ماخد غزاء من حوصلة المنووية. يبقى هدف ان انا ايه? اخد الطاقة. طيب. تحررك فقط لا تتغزى وتاني وطبعا لا. ايجابة تبقى الف وفهم نجات الزكري. نخش على حاجة تانية غيرها. نخش مع بعض. بيقول لي. في الشكل المقابل. اختر اختر في الشكل المقابل اي مالي ليس من اجزاء الجزء تنسلي في انسى الانسان. تعاني بص على الكلام. سين دي بتتكلم في ايه? بتكلم في جدار الرحم او رحم. صد دي عزمة عانة. ولام ده مهبل. وعين. لام ده طبعا عنك رحم. وعين ده مهبل. تاني. تاني. نبص مع بعض نكبر الراس ما تاني معلش شي. بصوا كده. ها. تاني. ها. سين. رحم او جدار الرحم. لام ده عنك رحم. ودي عين اها فيه سنياتها هوة اللي هو المهبل. ودي صد اللي هو عزمة العانة. فبالتالي ليس من اجزاء. لازم طبعا اختار مين? اختار ها. صد اللي هي عزمة العانة. يلا بقت سهلة خالص. خلص على غيره. هنا سؤال المهمة برضو او مجموعة اسئلة في منتهى الاهمية. يلا يا حباية. يقول لي هنا في انسة الانسان من الشكل المقابل منظر جانبي. كاز التناسولي في انسة الانسان. نشي. ده منظر الجانبي لجهاز التناسولي اللي هو الجهاز التناسولي الانساوي. اي التركيب التالية يكون اكثر تأثيرا على المادة الوراثية للناس للناتج في المستقبل اذا تعرضها لبرعات زي ادافة الاشعاع. الله انت تقول لي مادة وراثية يا استاذي عاضر. مدام مادة وراثية يبقى انت بتقول لي بمنتهى البساطة. المادة الوراثية يعني انقسام ميوزي داخل المبيض. والله بقى جالوا اشعاع. مجلوش اشعاع اي تأثير عليه بيكون جوه المبيض. طلع المبيض. المبيض عندك سين. سهلة. سين. سين فقط. طيب. خش على غيره. واللي جاي بعد كده من ضمن الاسئلة المهمة عشان هقول لكم على الفكرة بتاعته اللي هو عايز يوصلها لي. بصوا كده. قدامي كالية وخلية حجمها صغير. شوف اهمية السؤال فين. بقت كبيرة. السؤال. عايز تقول لي بقى يا مستر. الله عايز اقول لك ان انا مدام قال لي مبيض جنين انسة انسان. عمري ما هشوف حاجة كبيرة غير لما تكون حاجة حصلت او جاية من عملية نمو. خلاص كده? طيب. فانت عندك ايه? عندي اكيد اول الحاجة ببدأ بها مين? بتبقى جلسومية امية. طيب. دي بقى اسم ابدأ بايه? ها? جلسومية امية. ديه البداية. ودي حاجة مها صغير. بتنقسم ميتوزي. وتجيب حاجة اسمها ايه? امهات البيض. وانا حافظ الكلام ده. وبعدين امهات البيض. بتاخذ مرحلة النمو? دي طبعا النمو. دي مرحلة التضاعف. وكلتا المرحلتين نفتكل بيحصلوا. فين? والبنت جنين لسه متولدتش. فمسه تمثل كلهم من سين وصاد على التلقيب. خلاص سين جلسومية امية. ها? صاد. ها? بايضية اولية. دي كبيرة في الحج. لازم اختار اجابة بايضية اولية لصاد يا جماعة. مش عايزة حاجة. عيب بقى تقول لي ان بقى امهات ضيب. لاني. اه سيني امهات بايض لاني لسه انا هنقسم الى امهات البيض. اجابة جيد. ماشي? شوف غيره. نجي بالسؤال ده. السؤال ده قمتلاته بيقول لي من الاسم البياني المقابل الذي يوضح حجم بعض الخلايا الناتجة في مرحلة من احدى مراحل تكوين المويضة في مبيض انسى الانسان الى ماذا يشير الحرف الام? طيب الحرف الام عندي في الحجم كبير عين في الحجم صغير. انت مدام خدت حجم كبير يبقى انت بدء من البيضية الاولية. لازم تبقى بيضية اولية حجمها كبير او لما البيضية الاولية انقسمت افتكر معايا كالجيبة بيضية سانوية كان معها جسم كبه. طيب هنا في الاسمة انا الوحدي في حجم كبير الوحدي ولا معايا حجم صغير معايا حجم صغير يبقى نختار بقى بيضية اولية ولا اختار بيضية سانوية لا انا رأيي نختار بيضية سانوية ليه لاني لا يصاحب الحجم الكبير حجم صغير الا ما يكون بيضية سانوية مع جسم كطبي فما تغلطش وتقول لي بيضية اولية لانها لو كاتب بيضية اولية هتتجي لوحد دها لو كانتش يجيب لي رسمة عين دي اللي هي بيتعبر عن الحجم صغير فطبعا اختيار اللام اكيد هتبقى بيضية سانوية بمنتهى السهول طيب بولي كم عدد الخلايا البيضية السانوية الناتج من انقسامة عشر خلايا من امهات البيض لو انت ماشي معايا قبل الاولية كان فيه امهات بيض يبقى خلايا واحدة من امهات البيض الخلايا الواحدة ديها تبقت ايه بقت اولية والاولية انقسمت بقت واحدة بس سانوية لان الجسم الكبير بيتحل كمان السانوية هتبقى بويضة بعد انقسام مريضي تاني ويطلع باقي كله اجسام كبير دايما الواحدة بتجيب واحدة دايما في الانس الواحدة تجيب واحدة دايما في الزكر الواحدة اتجيب اربعة. خلاص يبقى عشرة يجيبوا عشرة. ودي حاجة سهلة كلنا عارفينها اساسي. يعني سؤال مش بتاقي ان احنا نبقى نتكلم فيه كتير. طيب. يلا يا وحوش. خش على غيره. هنا جيب لي لازمه مهمة جدا. وبيقول لي طبعا لازمه كلا المبيض. قدام عنين اهي يا جماعة. ها بص هو اشبع كده. بص عن مبيض وجماله. ها. دي الوصلة اللي بتوصل الهلمونات. تمام? من المبيض للرحل. بي طبعا دي مين? ها? حوايصات المبيض غير النتجة. سي بقت حواسية الجراف اللي بتنضجها. وبعدين دي حواسية الجراف نتجة خالص. وبعدين ايه بواحدة متحرلة اللي هي باديها سنوية. بعد ما ايه اللي ايتش فجر. وبعدين ايه اللي هو جسمه اصفر. انتفقنا كده? طبعا جسمه اصفر منكمش يبقى الست دي. فيش حملة ما في دورة شريعة تحصل. تعالى يلا. بقول لي اي الاختيارات التالية يمثل الترتيب الصحيح لتطور التراكيب المشار اليها بالحروب. تعالى نشوف كده. اي اي دي سي بي. يعني بمشيني كده. لأ انا ممشيش كده انا جاي كده يا جماعة. انا لازم اف اس اتش يشتغل الاول. ثم ايه اللي اتش يشتغل بعده. فليس ما يكون جاي كده. ازم اتجاه يبقى كده يا جماعة. ها? امشي على اتجاه ده بقى. دور بقى من الصح. ها? دي اي بي سي اي. ها? دي اي. لأ لجا. لا بقى. يعني جي كده ولجا كده تاني ما ينفعش. بي سي دي اي اي. ها? بي سي دي اي اي. الاتجاه بتاعنا الصحيح. اتجاه عمل الهلمات حسب الايام. استشارحين في ضوط التامس. ان دول في اول عشر تيام. او في اليوم الخامس بيكون موجود اف اس اتش. ثم بعد الخامس للاربعتشر بيكون الوقت ده شغال. بقى من خامس لاربعتاشر. الفطلة دي. وانا بقى من اربعتاشر لحد تمانية وعشرين. في الفطلة دي. فلا التلتيب بتاع الايام. ايجاب تيجي. حاجة سهل. طيب خش على غيره. يلا يلا الفك. اخر حاجة معي. شوف مع بعض. بولي اي تركيب الاتية احدى المجموعة الصبغية. طب معلش ايجاب السؤال ده بيعقبوا على اللي فات. تعالى خلينا شغالين كده. ها. مين يلا? ها. اي التركيب مين? الاتية احد المجموعة الصبغية. يا عم انت بص ولاح نفسك. البي? مين البي? حويسلات مبيض. جزء من المبيض. طو ان زي المبيض حتة من جسم الست. السي حويسلات حتة من جسم الست. الدي حويسلات حتة من جسم الست. كل ده طو ان. لحد ما خرجت حاجة محررة بعد ما حصل انقسام ميوزي. لك ازدق. طول ما انا جوه الحويسلات انا اسمي بايدية اولية. انقسامت ميوزي بقى انا بقى اسم بايدية سانوية. وخرجت اي. لابقى البيضية السانوية دي هتبقى هي الوحيدة اللي ان. والجسم الاصفر حتة من جسم الست هيبتو ان. فلو سألت على الوحادي عندي هنا. لازم اختار مين? اختار الاي. لان ديت مين? البيضية سانوية وتبقى جابتي الف. طيب. خش على السؤال الثالث. ازا انت تركيب بي قد تحلل في الشهر الثاني من الحمل. لك. مين ده? تركيب مين? تركيب بي. ادي بي. مين بي? هوايسلات المبيض. اللي يتحلل في الشهر الثاني من الحمل. خاصة الحملة حصل. طيب. هيتحلل. يتحلل مفيش مشاكل. انت تحللت بعد ما الحملة حصل. يعني انا مش عايز بايدات. اصلا الحملة يعني بجسرون بيكو في طويل. انا مش عايز بوايدات. عايز اكمل الحملة على خير بعد كده بيضعون على البوايدات. يبقى. بعد كده مستقبلا ممكن مفيش بوايدات. ماشي? انما في الفترة دي. في اجهاض بسبب تواقف بجسرون ما ريوش دعوة. ده حوصل الجراف. بداية حوصل الجراف. يؤدي الاجهاض بسبب تواقف بسبب من الاستواجين. لأ طبعا. لا يؤثر على الحمل. طبعا. لا يؤثر على الحمل. لان هو ما ريوش عراقه اساسي. خلاص. حتى انت وشلت المبيض كل. مش شلت الحتة دي بس. ما يؤثرش على الحمل. يؤثر بعدين بقى في حمل مصبك. او حمل في المستقبل ان شاء الله. حمل صابق حمل قادم. او حمل في المستقبل ان شاء الله. وبالتالي جابت يا جماعة تبقى سهلة. ها. لا يؤثر على الحمل. بي هنا اجابة بتاعتي. الف. هنا اجابتي. جي. هبايدي كده خلصت اسقلك على الدرس. بازن الله. نستنيكم نكمل مع بعض اخر بس في التقاصر. على وعدة بلقاء جديد بازن الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.